زيكا جميع النهاردة في حلقة جديدة هنا في رمضان في البيت على ودي الحلقة التانية او الجزء التاني او اللي احنا عملنا الحلقة بتاعته من اربع خمس ست ايام كده لما دخلنا كل مسلسلات رمضان وعمل لنا والنهاردة دي الحلقة التانية والاخيرة لمسلسلات رمضان فانا ما عرفش بقى ايه اللي نزلت التانية يعني انا ما عرفش في اكيد في حاجات كتيرها نزلت ده ده مفروض ده مفروض يعني مفروض تكون كلها نزلت لان خلاص هو حرفيا رمضان يعني يفضل عليه اقل من اسبوع فمفروض ان هم يكونوا نزلوا كل طبعا انا اوف كاميرا هجمع كل كل كلها مرة واحدة وهحطها وهنبدأ نعمل الحلقة دي هتنزل بعد حلقة او حلقة خلاص او حلقة خلاص نزلت اتمنى انتوا تشوفوها يعني وتعملوا تنسيش تعملوا وتعملوا لايك وشير للحلقة وما تنسيش برضو تعملوا على الفيسبوك بيج والانستغرام بيج مع التانية اللي برضو على يوتيوب اللي هي هومالون وتيك تو حساب لكم اللينكس بتوعها في الديسكريبشن هنرجع نعمل عليها فيديوهات برضو بس مش دلوقتي احنا مرايحين شوية دلوقتي هومالون وتيك تو فحنا خلينا شوية في هوم سينما لنا بقى لنا فترة كبيرة ما بنعملش فيديو صغير بقى لنا كام يوم فالحمد لله لسه مستمرين فكيب ان انتوا تدعونا ان احنا نفضل المستمرين على هوم سينما حبيبي 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 بقول لك محبش في الدنيا كنت احزت مني لحد دلوقتي انا بصراحة يعني مش عارف ليه حس ان حماسي لي مسلسلات رمضان السنة دي قليل شوية على عكس السنة اللي فاتح الرغم ان انا حاسس يعني احساسي بيقول لي ان كم مسلسلات حاسس ان انا هتفرج على مسلسلات اكتر السنة دي من السنة اللي فاتت فعلا مش هستور عليكم كتير يلا على طول نبدأ في لباقي المسلسلات اللي احنا ما عملنا لهاش انا ما عرفش بقى المفروض ان هما يكونوا لكلهم نزل لهم بس انا مش عارف اذا كان كلهم نزل لهم ولا اقى فأوانا طبعا كده هشوف لو كله نزل لهم ولا لا ولا تيزرز تمام فاحنا هنشوف دلوقتي وبعد كده هنبدأ على طول يا جماعة اا دورت كتير فشخ اا في مش كل المسلسلات برضو نزل لها اا نزل لها بس 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 انا بصراحة انا مش هعمل حلقة تانية غالبا هعمل حلقة تانية لمسلسلات رمضان او قبل ما يبدأ السباق الرمضاني بس مش هقول عليها دلوقتي هقول عليها في اخر الحلقة فخليكم معانا لحد اخر حلقة متابعين لحد اخر الحلقة لحد ما هنتكلم اكتر في الحلقة اللي احنا الحلقة الاخيرة تانية مش تبقى هتبقى حلقة زيادة قبل السباق الرمضاني بتاع مسلسلات رمضان حيباليها علاقة برمضان برضو فطبعا مش كل المسلسلات نزل لها اا ما عرفش ليه فانا بصراحة زي ما قلتلكم انا حدوس على طول ومش حيبة مش حيبة فيه لقيا حاجة تانية فمن اللي موجود حجو فورت ايما هيبقى او لا يعني من الاخر فاحنا اول معانا النهاردة هو مسلسل رشيد وهو المسلسل بتاع محمد ممدوح والمقرر عرضه في مصر اا ده واحد من المسلسلات اللي انا كنت حطيتها في البول بتاعنا فا اا اخر معادي يا جماعة للبول بتاعنا هو يوم تمنتاشر عشان بس تبقوا عارفين اا البول اللي انا كنت حطه حطيلكوا الصورة بتاعته هنا اا لحد يوم تمنتاشر هو اخر يوم للتصويت على البول ده تمام? فخشوا صوتوا للمسلسل اللي انتو هتختاروه السنة دي اللي هنا الهوم سينما اللي احنا هنتفرج عليه ونعمله مراجع مسلسل واحد بس. وطبعا زي ما كنت نفهمكو في فيديو بتاع الاختيار الاخير اللي هو بتاع جات سليمة اا سوري الاختيار الاخير اللي هو بتاع الهرشة السبعة والاااا والمسلسل اسمه تغيير جاو بتاعها منا شربي هتختاروه لو هتختاروه الاختيار الاخير فهو في مسلسل واحد بس اللي هيخش معنا مش في المسلسلين يعني. ده البول وخش وعمله لتصويت وشوفه وعايزين نتفرج على انهي مسلسل بين المسلسلات دي اول ايه اللي هتخش معنا في مسلسلات رمضان. عمتا يلا بينا نبدأ في مسلسلات اا رمضان يلا بينا هندوس اول حاجة مسلسل رشيد. يتيجون تدورو علينا ليه. رشيد دعم مش عسل لامر شاـا اواااااااااااااااااا لا مش 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 حاسه قوي بصراحة المسلسل مش عاشه. حاسه اخه. هو بليه كله ناخد نفس السكة بتاعت عمر الساعد بتاعت السكة بتاع سنة الق liabilityLab. اللي فاتي. ده حتى عمر صعد نفسه المسلسل بتاع السلال اللي فاتت من البوستر بتاعه من غير ما حتى ما شوف هو هو نفس بتاع ملوكة الجدعانة وطوبة هو ليه كل نفس يا جماعة? في ايه ملكه يا جماعة? في ايه? هو هو بصه هو شكله حيبقى جامد. طبعا? آآ عشان في محمد ممضوحة وريام عبدالغفور وريام عبدالغفور بقى لها فترة كبيرة جدا مسيطرة جدا في المسلسلات. آآ مش عارف نسبة ترقب ليه ستة امان عشرة? يعني على قدم المسلسل برضو شكله مش واحد شكله حلو بس برضو نفس بتاع كل سنة بتاع البلطاجة والكلام ده كله ما انا بصراحة تعبت مزهقت من المسلسلات دي يعني. الله اعلم حيبة معانا السنة دي ولا لا الرشيد يعني. في يلا بينا نخش على المسلسل اللي بعدي وهو المسلسل جعفر العمدة وهو المسلسل ايه الجديد? ليه محمد رمضان? اللي طبعا كالعادة بيعمل نفس مسلسلات نفس بتاع كل سنة محمد رمضان يعني حيتسجن وابوه هيموت وحيمسك هو وهيتجوز وحيقض داره. تمام يعني يمكن يمكن الاعلان الرسمي فجينا احنا شوفنا احنا شوفنا لما جينا عملها تريلر الحلقة الاولى احنا شوفنا تيزر صغير. فده فيمكن غير رأيي يلا انت ورست كل حاجة حلو فجوف. انا حكيت الجواز دي. عايزة كمل الحكاية من الاخر لو الوضع عايش رجعه وللو ما يتورين فين عبره. عارف مين اللي خده. امه. انا مش مترب يا امه. ادي حلوة انا. كنت بفكر طوالما انا في الساكن فاسول البيت العمدة. غفر مش من العالم بتاعي. ولا من العالم بتاعه خالص. مش هرتحر لما انتمن. غفر. انا اوكي يا جماعة انا برضو للأسف النفس انطباعي هو هو زي ما شفته في التيزر هو هو نفس انطباعي اللي شفت دلوقتي في مسلسل رشيد هو هو نفس الانطباع بالزبط. يعني انا انا راضي زمتكو. يعني هل انت شفتوا حاجة جديدة محمد رمضان قدمها السنة دي? يعني تستهل ان احنا نتفرج يا جماعة? ومشكلة ان انا خايف ادي له فرصة وبرضو يبقى نفس زي نفس المسلسلة بتاعت كل سنة. يعني ده يفر ايه? متحس ان هو ما بين على مسلسلة بتاع السنة اللي باتت. على مش عارف اه الاسطورة. انا حاس ان هو نفس السات لوكيشن اصل حتة العركة اللي كانت في الاخر دي ولا الكتف الحارة دي. حاس ان هو هو نفس السات لوكيشن بتاع الاسطورة. هل انتو شايفين في حاجة جديدة? انا مش شاف ايه حاجة جديدة جماعة. ونسبة ركوبة دي ستة امان عشر برضو مش انا ما عنديش نسبة تركوبات بصراحة السنة دي عالية زي ما انا قلت. يعني ما شفتش حاجة اللي هو لا واو يعني ما اللي هو صدمتني. تخش على بعدين. المسلسل اللي احنا انا عمله دلوقتي هو مسلسل رمضان كريم. الجزء التاني. وده من الحاجات اللي انا فعلا بجد كنت مستنيها بقالي سنين. مش يعني بقالي بجد سنين انا مسلسل رمضان كريم الاولاني انا لما جيت شفته انا مش شفتهش في نفس السنة اللي نزل فيها. انا تقريبا شفت بعدها بفترة كبيرة. يعني شفته بعدها مسلا بسنة او بسنتين يعني. انا بصراحة المسلسل عجبني جدا. بحبه جدا رمضان كريم. اتمنى ان المسلسل ده او الجزء ده يكون نفس قوة الجزء الاولاني. على الرغم ان انا عارف ان حيبقى. على الرغم ان انا عارف ان في ناس كتيرة مش هتبقى موجودة في الجزء ده زي الجزء الاولاني. لما شفنا الكاست اللي لما عملنا الحلقة الاولى بتاعت التريلر ري اكشن. لما بصينا على الكاست لما فيش برضو ناس كتيرة. ما فيش روبي. فيش شريف سلامة. في ناس كتيرة وطبعا انا محمود الجند اللي ارحمه توفى. ناس كتيرة مش موجودة يعني. فى يلا بينا نشوف التريلر بتاع رمضان كريم. يلا بينا. سبحاني منحا. كل سنة وانتو طيبين. انت طيبة يا خلا فيس. الف رحمة ونور يا خو. تغفر الله العظيم ارى. الله باني سعي. الف سيخ. ايه. خمس طلع مسيج. احنا ربنا عقزنا منه. ورامضان كريم. فحريتنا. ان شاء الله. فقد رامضان كله عندي. انا من يوم ما اشتريت القهوة. يباع. وانا معتبرة نفسي من اهل المنطقة. سقفوا. كمين. انا فيش. كلكم ايه. اشياء كعيلة بالدنيا. سبح يا حارة حرامي يا اولاد الكلب. والفول الحلوية. ايه. 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 فريبك نطر تبضعون عنايا دلوعة. بص الدنيا سيامل على الاكل. لا يا معلم خمين. هتكونوا بتعملوا ايه يعني. دراسات عليا. اصحى يا عاطف يا حرامي. لا بدل الزولة ولا صايا. يعني وانت فاطر بتلعب بدلت. صاري. ايه الملعب اللي دخل علينا ده. بدر النور. وسباب لما رمضان يجي. امسك الاخوى الرد بسجول. صدق بجيب مع اصلا. مع ايه حب. ايه. شعب طيب وحبوه. خلي ماش تقول حاجات تفطر حلا كمان. هتعمل ايه جميع تقول ايه. خلي الكلام ده بعد الفطار. اتنين. رمضان كريم. اوكي يا جماعة رمضان كريم. سيمز اه انتريستين فشخ بالنسبة لي. انا بحبه جدا 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 المسلسل ده لان هو المسلسل الوحيد اللي بيحسسني بالالفة وبيحسسني بتحس ان هو فعلا بجد رمضان. لا رمضان كريم. يعني بتحس ان المسلسل فعلا بجد الوحيد اللي بيحسسك برمضان. يعني دي برضو من الحاجات النوادر اللي دايما تحسها في المسلسل. انا هتولي مسلسل تاني غير رمضان كريم. حسنا فيه بالدفء بتاع رمضان. مفيش. انا مش انا مش انا عن نفسي مش عارف او مش فاكر. لو في حاجة تانية ممكن الناس تبقى عارفها او شافتها يبقى تمام يعني يا ريتو بتقولولي. بس انا غير كده انا مش فاكر انا انا شفت حاجة اصلا مش عارف. مش فاكر انا شفت حاجة تانية اصلا ليه علاقة برمضان حمستني ان انا اتفرج على المسلسل يعني. اه بحس ان هو في بتاعت رمضان وكده ما فيش اصلا مش فاكر بصراحة. انا نسبة رقوبة عالية للمسلسل رمضان كريم هي نسبة رقوبة تمانية من عشرة. انا حاسس ان هو هيبقى حلو زي الجزء الاولاني بصراحة. حاس ان هو هيبقى حلو زي الجزء الاولاني وهيبقى لزيز يعني. دي من اكتر الحاجات اللي انا فعلا بجد يعني ده واحد من اكتر اللي فرحت وانا بتفرج عليها يعني وانا بعمل لها هتمنى المسلسل يكون زي الجزء الاولاني. خش في اللي بعديه. مسلسل اللي بعد كده عندنا هو مسلسل ستهم. وهو مسلسل روجينة. معرفش مين بيتفرج على مسلسلات روجينة. يعني معرفش بصراحة. يعني انا معرفش. مع كامل الاحترام اللي ايها انا بحبها جدا على فكرة كان ممثلة بس من روجينة من نوعية الممثلات زي ريهام حجاج ما يقدروش ان هم يشيلوا مسلسل او فيلم بطولة. ودي حاجة انا مش فاهم هم في الموضوع ده ليه? يعني بالزاد ريهام حجاج. معرفش يا جماعة مين بيتفرج على مسلسلات ريهام حجاج انا معرفش. عامة ده مسلسل ستهم يلا بينا نشوف التريلر. ساعتها لغاية انا بكلمكم دلوقتي. وانا بتعجب على قدرة المرأة السيدة. على العطاء اللي بلا حدود. فكل ولادها. فهو بيحتلها هي التحية. فبكت. وكانها بتقولي شرفت بالجالة والسيدات. كل التحية والاحترام والتقدير لها. وللي زيها كتير احنا مش شاكلهم. يا جماعة انا مش فهم ايه الكونسب بتاع المسلسل او هو هو تيزر اه اكتر من هو هو يعتبر تيزر بس انا يعني حتى لو نزل انا صراحة يعني مع كمال الاحترام اللي روجينا وصلنا على العمل القائمين على مسلسل ستهم بس انا ما اعتقدش هتفرج عليه بصراحة في المسلسل يعني يعني انا يعني انا افتكرت حدينا مسلا دي تيلز زيادة تفاصيل زيادة بس انا برضو مش قادر افهم يعني هو تاريبا هي روجينا طلع تاريبا بدورين ولا هي روجينا هتطلع يعني ما هي ولد ولا دي قصة حقيقة في واحدة ست لابسة كده على شكل راجل البوستر اللي انا شايفه قدامي بتاع المسلسل اسمه ستهم طلع بشخصيتين شخصية عادية واحدة ست وشخصية تانية طلعها راجل او طلعها باللبس الراجل يعني العباية والعمة فانا برضو مش قادر افهم هي طلعها بشخصيتين ولا دي حتكون دي ولا ايه انا كده كده اصلا مش حيباليها لنسبة ترقب وعمنة بصراحة يعني مع كمال الاحترام اللي صلنا على المسلسل اكيد ليه حيبقى ليه جمهوره يعني خش على بعدين مسلسل اللي انا هنعمله هو مسلسل جات سليمة وهو المسلسل بتاع دونيا سامير غانم هو تيزر وليس فانا للاسف برضو مش هادر افهم ايه الفكرة ان هما يعني لحد دلوقتي ما نزلش كده كده زي ما قلتلكم مش حامل مش حامل خلاص ان يمور لمسلسلات رمضان فحندسايد من هنا حيبق معانا ولا مش معانا وطبعا مش هقول لكم حيبقى معانا ولا مش معانا هفهمكم ليه في اخر حلقة خالص يعني حاول بس نسبة ترقب وخلاص سواء مسلسل تمام هيبقى فيه نسبة ترقب مسلسل حاسه اصلا يعني انا اشوف حتى بتاعه لانه هو كان نزل تيزر مش حاول حتى نسبة ترقب وهيبقى كده 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 هيبقى عالجنب يعني يلا بنا نشوف اعلان جات سليمة هذا الكتاب وضعه حكيم الزمان اوله نهاية واخره بداية هو ايه المكان الغريب ده وانتو عدتينه فين يا سليم خلو ما بتكشف حتة يا الله عمر يا عمر ما شفتش عمر انتو عايزين مني ايه انا بدور على اخوي اوكي يا جماعة هو زي تيزر زي ما قلت لكم مش اوفيشال تريلر شكله حيبقى لذيز وحيبقى حلو بس انا عندي تعليق واحد بس للأسف 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 من التيزر انا ما شفتش الوفيشال تريلر بس انا بقول لكم هو من التيزر هو ما نزلش اوفيشال تريلر لحد دلوقتي على فكرة جدعان من التيزر للأسف هو مش عايزة اقول مسروق ولا مقتبس يعني من الاخر متاخد من فيلم بتايم ستوريز بتاع انا متأكد مليون في المية فكرة ان انت هي بتحكي القصة لاخوها الصغير وبعد كده اقولوا فاصل بيلاقي نفسهم جوة حكاية من الحكايات بتاعة القصة اللي هم بيقروها قبل حدودت النوم فده بتاع ادم ساندلر يا جماعة فبس تمام يعني غالبا حيكون واحد من المسلسلات اللي احنا ممكن اه نشوفها يعني لاننا عارفين ليه لاننا بصراحة انا مفتقد الكوميديا في رمضان يعني اكون صراح معاكم انا مفتقد بجد ده حقيقي الكوميديا في رمضان انا اتعبت وازهقت من المسلسلات الكائبة يعني انا ازهقت من المسلسلات الكائبة اللي كلها ده ضربه ودمه وبلطجة وحروب يعني ماشي حنتفرج وحننبسط وكل حاجة وبتاع بس يعني حابب ان انا اتفرج اكتر على مسلسلات كوميديا في رمضان يعني خصوصا ان السنين اللي فاتت في اخر كام سنة يعني بقيت بحس ان الحاجات الكوميدي يعني يعني قليلة جدا 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 انا مش شايف في ايه حاجة كوميدي السنين اللي فاتت تقول ان لأ السنة دي في رمضان حيبقى في حاجة كوميدي بقى فاشيخة او مش عارف ايه فاتبسطت لما لقيت السنة دي كبير وجاد سليمة هو والصفارة وحاجات لذيذة يعني فلا يا جماعة نتفرج على حاجة كوميدي نتحق شوية نتبسط يعني بدل الكآبة ونتلاقيش نفسنا نتفرج على مسلسلات كتيرة ما فيش واحد منهم حتى كوميدي ونتقفل ولاقي كله بيموت وكله بيمتقم وكله بيدرب فعايز ان برضو نرفرش كده عن نفسنا شوية يا جماعة مسلسل المسلسل اللي جاي هنعمله هو للأسف مش هتفرج عليه بس حابب ان انا اعمله وحابب ان انا اتفرج على بتاعه وهو مسلسل المداح اسطورة الهجر انا طبعا ما شفتش الجزء الاولاني وجزء التاني بس حابب اتفرج على التريلر برضو بتاعك الجزء التالت فيلا بينا نشوف انت بالوقت بقيت من قادة الحرب لفتحت بوابط النهاية واسمت باعلامة كبيرة عندهم مش قادر يعرف اني ولاك مش ابني مش قادر لازم تعرف كويس ان احنا ابننا بخطرة ابننا ولا ابن الجن وانت عايز من ايه؟ عايز احميك من الخطر اللي بيعيلك صبر خلاص الجن سيطر عليك صبر ميه سر اتناك لازم انتو بوراو نعرفوه انتك انا هيئتي لب صبر لا مش وارا كين فار وانت بلازم تتكمل صبر مش عايز ونا عايز وليت امينا ما بجتش بتقزي روحة بس بجت بتقزينا كلنا يا خات اكتب لي بتقول ان اخوه مجنوم وعايزي كده انا مش خفركم اوكي جماعة انا ما شفتش جزء الاولاني ولا جزء التاني بس انا يعني هاحسس ان المسلسل ده او الجزء ده حيبقى احلى من الاولاني والتاني يعني ده احساسي بيقول لي كده ان الجزء ده حيبقى احلى من الاولاني والتاني كمان وحيبقى عليه عليه اقبال آآ جامد مسلسل ده بالذات الجزء التالت انا انا بصراحة انا ما شفتش الجزء الاولاني ولا التاني بس القصة يعني احب ان انا اتفرج على الجزء التالت بس انا مش اه مش هتفرج يعني ان انا مش هتفرج على جزء الاولاني ولا التاني ان انا مش هتفرج على ستين حلقة وبعد كده هتفرج كمان على الجزء التالت تلاتين حلقة تانين والله اعلى ممكن يقلقي نفسي السنة جاية في رمضان قليل في تلاتين حلقة تانين فا يعني لأ انا مش مش هقدر بصراحة يعني. بس بصراحة لأ شابوه وحماد اهلال وشابوه آآ الشغل الكويس اللي هو بيعمله بجد يعني يعني انا كان اصلا عندي مشاكل كتيرة مع حماد اهلال في افلامه زمان وفي الحاجات اللي هو كان بيعملها. بس لما ابتدى ان هو يعمل مسلسلات بصراحة الناس متابعها من زمان قوي في المسلسلات بالزاد بيقوله ان هو كان بدأ يعمل شغل حلو ابتدى ان هو يلمع اكتر في دوره في المداحة ومسلسل المداحة فشابوه يعني حماد اهلال بصراحة. آآ البرومو اللي جاي او الوفيشل تريلر الحمد لله اتس اوفيشل تريلر هو لمسلسل الاجهر بتاع عمر سعد. يلا بينا نشوف التريلر. تعمل ايه في افريقيا يا ابن خلال؟ ايه او زفاق تعلنة جاي لك فيه تباليك عندي مصلحة. السوق بتاعنا ده له احكام. عايس كام وتخلع خالص من موضوع افريقيا ده. اللي خايف روح. اللي خايف روح. يا عمر مش جايين على موت انا. راب يا دك الله بيد. كده بقى الاتفاق لازم يضغيط. نفسه طوي انت فكرني زيك هي الحتة الشمال صحيح جبت الفلوكسين زي طيب احنا عادين هنا لحد ايه انت لحد ما المصلحة اللي احنا جايلاها تخلص تعرف ايه عن القضى المستاجي اوكي جماعة اه بصوا عندي عايز اقول كام حاجة اه عمر سعد على الرغم ان نفس برضو اللي بيقدده كل سنة بيقدمه كل سنة في رمضان دي تالت سنة يقدم نفس الجانر دي يعني هو كان عمل ملوك الجدعانة وبعد كده كان توبة وبعد كده الاجهر ركزته في الشخصيات هم تلاتة هم هم بس لعمر سعد ان مسلسلاته عن رغم خلي بالكم يعني انا عمر سعد من نوعات الممثلين انا مش بحبهم قوي اه كتمثيل هو شاطر انا مش بقول ان هو مش شاطر هو شاطر بس انا مش بحبه قوي بس اللي بيعجبني في عمر سعد في مسلسلاته بيعرف ازاي يجيب المشاهد. وده من اكتر الحاجات اللي عجباني. يعني انا قلتلكوا ايه? الاول على موضوع الاجر. انا مشوفتش التريلر كنت. شوفت البوستر. قلتلكوا ده هو هو شبه توبة. صح? هو هو نفس الجاكت ونفس اللي مش عارف ايه. حتى بتاع البوستر هو هو شبه بتاع توبة. اللي عاجبني بقى في المسلسل ده ان هو هيتصور برا مصر. فيه كدرات انضف. اخراجيا للحد الوقت انا شايف ان هو بصراحة اخراجيا ان شكله تقيل. تمام? شكله حاجة كويسة. اه الكاست اللي موجود بصراحة عجبني عمر سعد نادي السباعي ابن خلد النبوي عمر عبدالجليل. على الرغم ان بقيت بحس ان عمر عبدالجليل بقى موجود في كل حتة ودي من الحاجات اللي بصراحة بتدت يعني ازعل على عمر عبدالجليل ومثل تقيل زي ده ان هو يعني يظهر في كل المسلسلات دي. لان هو يعني بقيت بحس ان عمر عبدالجليل اتحرق بدري قوي 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 يعني. اه على عكس بقى محمد رمضان. محمد رمضان اللي هو بيعمله اخر اربع خمس ست سبعة سنين حرفيا هو هو اللي بيعمله وما بشوفش منه اي حاجة جديدة. وعلى الرغم من اللي انا لسه بقول لكم ان النهاردة ان السنة دي عندي احساس. يعني حتى المسلسل اللي هو هيعمله السنة دي هتحس ان هو هو شباب بتاع السنة اللي فاتت هو بتاع الشباب السنة اللي قبلها. واللي قبلها. ما بيقدمش حاجة. انما هنا هتلاقي نفس الكاركتر بس القصة هتبقى مختلفة. فاهمين قصدي? القصة هتبقى مختلفة. متصور برة حتى. والكادرات انضف. وآآ جنوب افريقيا ومش عارف ايه وكلام ده كله. على الرغم ان برضو حسيت شوية بالفيبز في المسلسل ده او في التريلر ده. انه هو مقتبش شوية من بلوت دايموند. واتمنى اكون غلطان. لان فعلا بجد لو انا لو شفت المسلسل لو فرقت على المسلسل ده. ولاقيته مقتبس من او متاخد من بلوت دايموند بتاع لينير دي كابريو. هتضايق فشخ. هتضايق فشخ. لان برضو المسلسل التاني كان على قبل برضو بالدايموند وفي افريقيا وبتاع والكلام ده كله هتضايق بجد جدا. فاتمنى اكون اطلع غلطان يعني. اتمنى. النسبة ترقبي ليه هو سبعة من عشرة. مسلسل انا انا اعمل له تريلر ريكشن دلوقتي هو تيزر وليس وليس وهو مسلسل الف حمد الله على السلامة بتاع يسرى. ايه لالله بينا نشوف. اوكي هو اولا هو اولا هو تيزر قصير اوي 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 مفهمنش ايه حاجة. ده عينبه? هو عينبه في المسلسل? وبعد كده انا حسيت ان هو طلع كزا مرة في التيزر. حس ان هو هيطلع اكتر مش هيطلع اه اه ضيف شرف مسلا على اللي حاجة يعني. يسرى مع عينبه? يسرى مع عينبه? اوكي. بصراحة برضو ان انا اتفرج على مسلسل اليسرى زي المسلسل اشوفت زي المسلسل بتاع السنة اللي فاتل برضو ما كنتش مهتمة بصراحة بيه. فيه عن رغم ان في ناس اقالوا عليه حلو على فكرة. المسلسل اللي هو بتاع احلام سعيدة. بس انا بصراحة ما كنتش مهتمة بصراحة ان انا اشوفه يعني. اوكي راحنا هنعمل فمش فيش نسبة تراقب برضو يعني. اه التريلر راحنا هنعمل له دلوقتي هو مسلسل جميلة وهو بتاع ريهام حجاج. معرفش مين برضو هتفرج عليه بس برضو ونشوف التريلر يمكن الله اعلم خيب ظننا. يمكن نكون هيكون احسن. انا اشعر. ما اعتقدش. بس انا نشوف يعني. هتتأخر النهاردة? عندي عمليات قلب مفتوحة. يقول له هكو انت بضلت معاك يقول له. انت تحترم نفسك لاننا اللي هو قصلك. انت كده تخرب البيت. روح قل لي اللي بعتك يبتن خيابة يا جميل لو انت جاءت باوزيني حياتي بتخربيني بيتي. يا نهار السود. لقد طبنا الى الله ونادلنا على ما فعلنا. لو ما بعيدتش عن وشي يا شريفة خليلي يومك اسود. تبتلك مية مرة قبل كده استطيقى عرفة من بعد ما اطلقنا. ربنا فضح. شوفت بقى اللي عابل على سرق. يا جماعة برضو لا. 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 لا.weg انا بالنسبة لي برضو لا.هو انا عندي صفصار صغير بس يعني انا اسف انا ما هتكلم فيه ده بس هو هي ريهام حججة عملت ايه فوشها? يعني انا عارف ان هو ما لم ترownش علاقة بالسينما مرهوش علاقة بالافلام ما لم ترownش علاقة اي حاجة هو مجرد استفهام صغير هي هاد ريهام حجج عملت ايه فوشها هي? يعني ليه يعني حس ان هي بوزت وشها. يعني ليه ولا عاملة ولا عاملة ايه? انا مش فاهم يا ما كانت. والله هي كانت امورة على فكرة والله مع يعني مش شرط عشان هي كيوت فبتعمل حاجات حلوة او وحشة. لا ايه بصراحة مسلسلتها انا بالنسبة لي ما بتعجبنيش. بس هي اشي واس كيوت. يعني انا بالنسبة لي اشي لا اشي كيوت. بس هي الا هي عملته في الشهد. انا مش فاهم. والشابة قد كده تنفخ منفوخ ومناخيرها ولا شفاف. انا مش فاهم فيه. ليه? عامة انا برضو مسلسل جميلة مفيش برضو نسبة تراقب فانا اسف. يعني ما لأ مش هتفرج عليه. مسلسل مش هتفرج عليه وما فيش نسبة تراقب وفيش ايه حاجة يعني. فبس انا عجبني بتاع او او الاسرار بتاع اه ريام حجيك بتاع كل سنة يعني. انا مش عارف مين اللي بتفرج على مسلسلاتها بس بجد عندها اسرار رهيب. يلا بينا على المسلسل اللي بعديه هو مسلسل بتاع محمد سعد هو مسلسل كاميدي. وايه? من البوستر حسه هو طالع بشخصية الحناوي اللي كان طالع في كاركر صح? ولا ايه? اتمنى لأ يعني بصراحة هكون اتمنى ان هو طلع كاركتر جديد. اقوى من تجار التحق. واقوى من تجار السلاح. تعرفني يا محروص. انت الحلاوي. حلوي. انت بحصل لكش ارتجار. انت شايل كنا با. انت بجنتش العقل عزب تتبعانا. روحوا منك. اتبعهمك. انت بحصل لعرنب يدوب. انت ليه بحصاني. انت بحصل لعرنب. اقشحنا الوكالة. والوكالة. يعني انا بصراحة يعني انا يعني مش عارف اقول ايه بصراحة يعني. انا انا بشفق على محمد سعد. لو ممثل زي واحد زي محمد سعد ان هو يعمل حاجة زي كده. انا انا مش فاكر اخر حاجة محمد سعد اصلا عمل ايه في مسلسلات رمضان. بس على ما اتذكر. وكما اخر حاجة شفتها يمكن يكون نزل حاجة بعدها بس انا مش فاكر. بس كان اخر مسلسل انا شفته. كان اللي هو كان طالع فيه مع اطاطا. كان اسمه فيفا اطاطا ولا زلاطة ولا فاطاطا. والله كان هو طالع برضو بشخصية الليمبي وشخصية اطاطا. الاتنين مع بعض. كان حاجة يعني استغفالها كان حاجة في منتهى السوق. يعني انا نفسي افهم ازاي ممثل زي محمد سعد باداؤه بكارزمته بتمثيله ازاي ما بيتوظفش في افلام او في مسلسلات صح. ده اللي حموت وافهمه. والله لو محمد سعد كان طالع في مسلسل السنة دي في مسلسل دراما وعمل دور شباه الدور اللي عمله في مسلسل الكنز ايه سوري في فيلم الكنز او مش نفس الدور طبعا دور يعني دور جد يطلع دور جد زي فيلم الكنز يعني بصراحة كان حالق يعني كان حيحط على ممثلين كتير قوي انا ياسف يعني في اللفظ ان هيحط على ممثلين كتير قوي في مسلسلات رمضان بس انا مستغرب ليه بيحط نفسه في مسلسلات زي دي في افلام انا عارف ان انت ممكن حابب ان انت عايز تشتغل وتعمل وتسوي بس انت يعني انت امتك كبيرة قوي يعني انت امتك كبيرة قوي كممثل ليه بتعمل كده في نفسك وبعد كده ياريتك حتى قدمت لنا كاركتر جديد يعني حتى لو عملت حاجة تفهى وكوميدي وممكن تطلع يعني تطلع حلوة يعني تطلع انا بحب تطلع جدا انا بالنسبة لي على فكرة تبتح بيفشخني دحك بيقتلني دحك بمعنى الكلمة وكان حاجة جديدة بس بعد كده لما جاء اطرره بعد كده في حياتي متبهدلة كان في منتهى السقافة وفي منتهى يعني مفيش دحكة اصلا خالص يعني فأنا معرفش هو ليه بيعمل كده بصراحة انا مش عارف يعني انا شايف من نجوة نظري لو كان حتى كان قدم لنا حاجة كوميدي بكاركتر جديد هقول لك تمام بس هو حرفين راجع علينا بنفس الكاركتر اللي جديد مبلي كده اللي هو حناوي او ابو كاركر اللي هو كان حناوي ما بيدحكش يا جمعة ما لقى يعني انا كيفيف علا ايام كاركر عشان انت بتكلم في حاجة في الفين وسبعة ولا في الفين وثمانية بس ما ينفعش تقدم نفس الكوميديا دي في الفين والتلاتة وعش هديدعان يعني كونا بدحكть عليه في الفين والتلاتة وعشرين يعني وتعملوا لي تاني يعني هو لو هو مسلا يعني لو هو اقول لك ماشي زاي غابي من فيه زي سعيدي زي همام زي مش عارف ايه النازر حاجات دي اقول لك ماشي لكن هو انت بتعمله يعني ليه بتعمل هو الكاركتر اصلا زمان كان بيدحك اه بس مش قوي مش الواو يعني مش الواو بتاعك تروح تعمله كمان مسلسل وبعد كده انا مش فاهم ده يعني ككاركتر الحناوي يعني ده مفروض ان هو ده لكاركار يعني ولا ايه يعني ده المفروض يعني اده انه بصراحة انا اسف بس المسلسل ده برضو بالنسبة لي يعني ما لأ يعني انا بالنسبة لي المسلسل ده برضو السنة دي وما فيش اي نسبة من اي نسبة الترقب يعني مسلسل اللي احنا اعمل له دلوقتي هو مسلسل بابا المجال وهو المسلسل بتاع مصطفى شعبان وهو فيش يالتريلر فيالله بينا نشوف التريلر بتاحت عنايا قدتني لأيتهم مش هيئنا قلت رياحها وشي لعناها شوية متخدام للوم تايشي اول حد قدت كان ابتك وكمين من الضحايا خوش الكريوتر الجديدة بقلب جامت انسى مبارح وخليناه في مجرى وش سهل تيجي عليها واسكت ادي بالكبير زريعلك شرها تحصد فيه ويحصد فيه لهايتك جريبة انا شيل جبل على كتفي بالحب انا شيل شحاب بتراول في الغصم الديابة عاشتهم من برر خيم تبقى الطاوف بقى لو الكلام دا لينا يبانتي من قادينا جايتك داي خالبطت رسمه وما تزع سعب لك يبانتهم انشوا بالمصابة اللي حلت عليه رضايا مليوم وطالة مفيش واحدة تدخل البيت دا غير لما تدخل بأدامه اللي اللي اعلم علينا ودخل فعل ببيتنا وطرق احنا هين اللي مش هتشوفها كبير اللي مش هتشوف تاني لو الاصول ما نفعتش انا ايدي ما تضعتش مش خايف على ابنك اللي جاي يقشش انا اخوك على قده بس مفيش حد قده مقارنا مفيش مقارنا انا بابا المجال اعجبني اعجبني المسلسل اعجبني التريلر اه مبسوط ان مصطفى شعبان راجع يعمل المسلسل شوية شبه ايوب ايوب وايه ابو جبل وخلع من الجانر بتاعت الكوميدي الكوميدي بتاع السنة اللي فات بصراحة ما شفتهوش بس في كتير الناس عارفهم وشافوه وقالو ليه مش حلو خالص اه كان اسمه دايما عامر حاجة عامر اي تينك اه كان هو طالع مدرس بصراحة لأ كان سخيف قوي وحسيته اصلا انا كيف مفرقش عليه اصلا اه مسلسل ده حيبة جامد فشخ الكاست جامد فشخ مصطفى شعبان بسم صامرة اه مين ساوسم بدر صهر الصايغ فين كوكبة من الممثلين اجدعان يعني مسلسل ده الجد حيبة جامد يعني الجد اه عجبني برضو الستايل اه اه مبيع برياض الخولي افتقرتي اسمه اه عجبني الستايل اللي هو مبين برضو حتحسوا ان هو حتت ميكس كده شوية الكاركتر بتاع ملوك الجدعانة مكسه او هي ميكست مع مع الشخصية بتاعت ايوب يعني حس اللي هو برضو فيه ظلم وقهر وكلام ده كله بس في نفس الوقت برضو لا فيه الشاب الجدع واللي باخد حقه في نفس الوقت هو عنده اه سيت عنده مكانه في المنطقة اللي هو عايش فيها عجبني بصراحة نسبة الترقب اللي سبعة من عشرة خش على البعديه اه كنت عايز اقول حاجة قبل ما اعمل تريلر للحاجات الفضلة اه انا بجد بشكر الناس كتير جدا على الناس اللي بتبعتلي دايما على الصفحات على فيسبوك انا بجد بحبوكو جدا 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 وبشكركم بجد حقيقي ان انتو اه دايما بتبعتولي تريلرز والكلام ده كله وتسألوا علي وتشوفوا لو حامل فيديوز ولا لأ والكلام ده كله انا بجد اه بشكركم جدا 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 اه على اسئلتكو دايما في حد كان بعتلي انا للأسف اه في حد كان بعتلي على الفيسبوك او على الصفحة يعني على على هوم سينما جماعة برضو عشان برضو عايز اقول حاجة للناس اللي بتبعتلي على الصفحة بتاعت هوم سينما عشان برضو انا مش برد دايما على طول بعض وقت طويل عبالما بفتح الرسائل دي والكلام ده كله فيش دايما بفتح المسنجر حتى البروفايل العادي اللي هو بتاعي اللي هو مش بتاع هوم سينما العادي مش بفتح المسنجر كتير عشان برضو تبقوا فاهمين يعني هو اللي هو مش عايز ارد لا اهو بجد حقيقة مش بفتح المسنجر كتير في حد كان بعتلي رسالة اه من كم يوم اه للاسف مسقط الاسم ام مش فاكر مين بالزبط حتى كان كاتب لي برضو على اليوتيوب هنا على في فيديو بتاع فيديوهات رمضان اه كان طالب او كان بعيت لي بتاع مسلسل من مسلسلات اللي انا كنا عايزني ان انا اعمل لها انا للأسف دخلت من شوية وقبل اه قبل ما افتح يعني بتاعت اليوتيوب وكده عشان ابدأ اعمل زياني وبتاع للأسف التريلر او اللينك اللي انت باعته لي انا للأسف ننسيت اسمك او مسقط اسمك اللينك اللي انت باعته لي اللينك اه اتاتشمنت انا فيليبل بيقول لي فانا بافتح اللينك فاللينك مش شغال فانا معرفش ده كان مسلسل ايه بصراحة مسلسل عربي ولا كان مسلسل ايه بالزبط فانا انا ااسف مع معرفش انا دخلت شفت فهو تقريبا اللي نزل الفيديو او اللي نزل تريلر اه تعمله شكله فتشال يعني فانا مش عارف هو لو هو تريلر مصري ولا تريلر مسلسل عربي ولا ايه بالزبط انا مش عارف يعني اه فانا بتأسف جدا يعني غصب عني فبس دي مش والله انا ااسف دي مش مشكلتي دي يعني الفيسبوك يعني هو اللي اشيل يعني حتى تقدر تتأكد بنفسك تخش تبص هتلاقي حتى مكتوب يعني. اه حب تقريبا دول خلاص هيكونوا اخر معنا نعمل لهم اي حاجة بقى من التريلرز التانية انا مش حامل لها خلاص مليش دعوة بقى ما حدش قال لهم ينزلوش يعني ان هم بصراحة يعني انا مش فهم هم ستنيني ينزلو امتى خلاص ده رمضان فادلو اسبوع يعني. فانا مش فهمهم بصراحة. اه مسلسل اللي انا عميله دلوقتي هو مسلسل اسمه كامل العدد وهو مسلسل بتاع دينا الشيربيني. ما عرفش دينا الشيربيني هتبع معنا السنة دي ولا النظام. فيلا بينا نشوف احباد مختلف. لا يا لقد امشك. كلميني على المشروع ايه? عندنا مزرعة صغيرة كده. نعمل فيها زيو الطبعية واعشاب. انا مش منبه عليك. متحطوش حاجة على وشك بعد اللي عملناه. مش معقول اروحي عيب ميلاد بولبولة. وانا وشي منفى خواري. ما هو مش اي واحدة. هتوقت تعصر شوية فاكهة ولا اضربهم في الخلاط. تعملي فيها فرغالي التكميل. فرغالي. احمد. لينا. بس اما عرفت احمد لقيته موضي. عملي في حياتي. محبيت حرب زي ما انا بحبه فؤاد. احشتني بجد. انا اصلا ما دارس عيش من غيرك. حبي فالانتين دين. ماري. اما. اما طوقع. ولا. لا مش عيش هاوا. فقرانو المرح. انتم من فيكم باباوا. انا. مش لازم نفهم البيت اللي هم رايحينه ده الناس ده والأصلهم ايه فاصلهم ايه او اي كده كلام سبه للا والسلام من مصحة الولاد ان هم يفظلوا مع بادرة او جاي اصب محلقين لنفعش ولادي يعيش معرجات تياني انا حبيت وغصب الهني حاسين ماريتيل بقى يعني معنته انها مش راسية وانت بتحسيبني على حاجة عمشتها قبل معرفك اوكي يا جماعة بصوا هو المسلسل شكله الازيز اند لوكس فن لوكس فاني انا بحب بصراحة دينا الشربيني جدا 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 حبها جدا بس انا للأسف المسلسل بتاع السنة فاتت ما عجبنيش خالص اللي هو كان اسمه قصر النيل كان روحش قوي ومملي جدا بس المسلسل ده السنة دي شكله حيبقى لازيز معرفش بصراحة هتفرج عليه ولا لأ بس انا لو ما تفرجتش عليه بس برضو يعني انتوا تفرجوا على المسلسل ده حيبقى لازيز من اكتر حاجات اللي انا مبسوط منها ان المسلسل ده هيبقى فيه سعد يونس يعني اللي هي تفرجع تمسل تاني وبتاعها والظاهر ان هي عاملة دور كبيرة يعني مش عاملة دور صغير فبجد يعني المسلسل ده يعني لو انا مسلا مشوفتوش ولا حاجة يلا بينا عالي بعدي مسلسل اللي هنعمل له هو مسلسل السندوق يلا بينا نشوف بس انا متلطفش مسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلس انا مش هينا وراء الحاجات فبعت لكل واحد يوم تسكرة انتو كسألة علي بس عشان تعرفوا تنموا بالليل عايزين تعرفوا بجد انا عاملة ايه اوك يا جماعة ده مسلسل الصندوق مش هيعرف برضو النسبة الترقب دي ستة مانا عشرة مش كتير بس انا معرفش لا يا جماعة بس عندي احساس انا مسلسل ده من البوستر في الحلقة الاولى اللي انا عملتها انا قلت المسلسل ده حيبقى يعني حس ان هو حيبقى مش الحسن ليس حس ان هو حيتزلم المسلسل ده شكله حيتزلم في المسلسلات رمضان على فكرة المسلسل ده كان لازم ينزل اه بعد رمضان الاسف. المسلسل ده كان لازم ينزل بعد رمضان. معرفش بصراحة هشوفه ولا لأ يعني. آآ ويا السلام لو المسلسل ده كمان خمسة وشار حلقة يبقى بصراحة يبقى زي الفل يعني. حسيت برضو بالفايبز شوية بتاعت مسلسل بتاعت فيلم بتاعة كاميرون دياز زي ما انا كنت قايل قبل كده. وموضوع والكلام ده كله برضو ده شيء مفروغ منه ده تحس ان هي برضو نفس الفكرة بتاعت الفيديوز اللي هي بتاعت اليوتيوب اللي هي جوة فبنكتشف وحاجات كده فالموضوع اكتر في المسلسل. ومسلسل شكله هيبقى حالو برضو مش وحش. المسلسلات برضو اللي انا كنت حاطيتها في البول فاللو عايزيني اتفرج عليه برضو خش اعمل له مع المسلسلات التانية. المسلسل اللي انا نعمل له تريلر دلوقتي هو تيزر وليس وهو المسلسل بتاع غادة عبدالرازي اسمه تلت التلاتة. يلا بينا. اتنين مفلسين التلين قتلى خلصوا على بعض. ولا. اوكي يا جماعة انا بتأسف لكم على 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 الرضيقة دي بتاعت المسلسل بس انا المسلسل التريلر بتاعه ما لاتهوش غير في الفيديو ده. فانا بيجد بتأسف انا كده كده اصلا ما ما كنتش متحمس ان انا اشوفه اصلا. معرفش هي غادة عبدالرازي طالعة ترعيبة من تلات شخصيات. يعني ده من البوستر موجود كده. فمعرفش ازا كان هي طالعة تلات شخصيات ولا هي عندها مسلا انفسام في الشخصية في طالعة برضو بقى لها كم سنة غادة عبدالرازي برضو بصراحة بما يعني مفروض كانت غادة عبدالرازي قد تنزل مسلسل في رمضان يا جماعة كان حاجة بصراحة يعني كانت حاجة جمدة جدا يعني بقى لها كم سنة برضو كده مش مسلسلتها مش مش ما بقتش زي زمان بصراحة يعني. المسلسل اللي احنا هنعمل له دلوقتي هو مسلسل الهرشة السبعة. هو بتاع مينة خليل و محمد شهين. الله بيضا. احنا الاعياد والمنعشبات والعصلاة الرسمية. خمس سنين دول جوعياز بس. مفيش ضد. وبالنسبة بقى للساتين. اه عندي مشكلة بيع جدا. فادي بقى حرك انت ما تعود تعملها لطول. الوعي شكله دي غلال. كم سيدها لطول. انا متجاوزتش عالفيك عشان عيش نفسي الحالة و كنت عايشها وانا ببيت اهلي. هو انتي متجاوزاني عشان تيراي منعيشها ببيت اهلي. انتي وانت لم تفهمش ذا من نفسي. انت انا مكلمة فوئي لعش مرات يبارا اكيد عندي مصيبة. دين انت بكلمين امية مرة في اليوم. مفيش مرة في يوم بي فيها حاجه مهمة. واحدة زهانها و بستني روحها. قلبي بقى خرجا بادي لوبك يا بك يا بك يا انا كمان عندي حتياجات انا بحاول افهم هو ايه اللي حصل لنا اوكي جماعة بصراحة بصراحة شكله مسلسل فشيخ مش حلو شكله فشيخ حرفيا ده اول اعلان اشوفه النهاردة في الحلقة دي يعجبني بالطريقة دي انا بطريقة غريبة انا قصة شدتني بطريقة غريبة الحوار اللي كان في التريلر شدني بطريقة غريبة المسلسل ده يا جماعة النفس الصناعه النفس الصناع اللي عاملوا مسلسل السنة اللي فاتت خلي بالك من زيزي وخلي بالك من زيزي انا مش شفتهوش بس في ناس كتيرة جدا اجمعوا ان المسلسل كان فشيخ كان حلو جدا كان بتكلم على ما اعتقد كان على بتكلم على كان بتكلم بس انا بصراحة انا عجبني جدا التريلر جدا 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 هوا متاع هو موجود فى البول معرفش depict بقى حيكسب ولا مش حيكسبrire معانا ولا مش معانا بس انا نسبة رقبية لي هي 7 من 10 عجبني اقول وتريلر يلا بينا نشوفه ترييلر تاني ترييلر اللي احنا عناعمله الرياكشن دلوقتي هو مسلسل عمرة ندرة وهو بتاعني اللي كريم وهو أوفيشيال ترييلر فده شيء كويس يلا بينا تقولي اختلم والله والله ما تعيش ثاني بعد هو انت متعرفش تقوله جل الكلام حلم لولو بحيبة لجيت حمامي بيتعش ويا حمامي لو انعلم ارجو تعالي انت بتطهرش انت بلاي ارجوك اوه هتتتتحطين يا بنت تتكلفة اوه اوه اعطي الشبار مستهليش غل اوه اوه اتخلين انا اعتك حرام عليك اصالح معروض انا ان كان علي ان ام حريم ولادي التلات وولع فيكم انا عرفت ان علاء ما تديش يتجوز مرت المرحوم اي جاعدة وسطينا وولدنا معنا في حضننا هذه الكلام يا اوه الكلام مطير فيه ارجاع اوكي يا جماعة مسلسل عمر ندرة من المسلسلات اللي شكلها هتبقت ايه لقوي السنة دي في اعمال مسلسلات رمضان انا لتريلي والله عشانا ما اكون صراحي معاكم انا هتفرج على المسلسل ده عشان خاطر بنالي كريم محمد ايه سيد بس يعني اه مش عارف ممكن القصة تبقى حلوة ولا لا امعرفش هوا ليه علاقة باكتر ممكن يكون فيه طار في الموضوع بس انا متفائل جدا 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 ان احمد عيد موجود فده حاجة اصلا ان انا اتفرج على المسلسل يعني عشانا بحب احمد عيد جدا يعني من اكتر ممثلين بالنسبة للمظلومين يعني نسبة رقوبي لي ستة امان عشرة المسلسل هنعمله ترييلر رياكشن دلوقتي هو مسلسل اسمه تغيير جو وهو المسلسل بتاع منا شلبي يلا بينا نتفرج على المسلسل ونعمله ترييلر رياكشن اوكي يا جماعة تغيير جو مسلسل في رمضان هو يعتبر تيزر اكتر من انا مبسوط جدا ان في المسلسل في عصامة عمر عصامة عمر يا جماعة ده اللي كان طالع في بلتو اسمه عصامة عمر صح كان طالع في بلتو انا شفت بلتو على فكرة وهعمله لازم عمله لان هو مش هيكلم على بلتو مش عايز اقول حاجة مش عايز اقول حاجة على بلتو هعمله ان شاء الله هعمل بتاعه يعني بتاع بلتو انا مبسوط قوي ان عصامة عمر موجود يعني في المسلسل ده معرفش هتفرج عليه برضو ولا لا بس المسلسل اللي برضو شكرا هيبقى جامعة انا فياخر هعمله عايز اقول حاجة كده عايز اقول حاجة ودي حاجة بجد مدايقاني يعني. التريلر اللي جاي اللي هنعمله هو التريلر القبل الاخير مسلسلات رمضان السنة دي وهو مسلسل اسمه كشف مستعجل وهو مسلسل بتاع مسلسل كوميدي هو مسلسل كوميدي بتاع آآ توتا ومصطفى خاطر. فبرضو معنا مسلسل رمضاني كوميدي تاني. يلا بينا نشوف. مقبول ابدا. عايز استيبين انا عشان هو بيمسك مقورة. اتطلع عندي هاكتل نفس المساعدة. يا جماعة كشف مستعجل هو المسلسل الكوميدي للناس اللي هما بتاع مصرح مصر وتقريبا هما تصدقوا صح ايه ده? تصدقوا صح? الناس بتاع مصرح مصر انا ما شفتهمش خالص السنة دي ولا مسلسل ولا مسلسل ده تقريبا اول مسلسل يطلع في محمد عبد الرحمن ومصطفى خاطر غير كده انا ما شفتش اي مسلسل تاني صح في الممثلين بتاع مصرح مصر ولا علي ربيع ولا محمد انور ولا تب ولا استاذ اشفع بالباقي اه طبعا البنات ما دايما ما بيطلعوه ما بشفهمش اصلا سواء اسراء وصارة ما بيطلعوش ويزو حمد المرغاني انا ما اخدتش بالي ممكن انا مش عارف لي بس حاسس ان حمد المرغاني ممكن يطلع في المسلسل بتاع دوني يعني حاسس او عرغم ان في التيزر ما ازهرش حاجة بس حاسس يعني اه المسلسل الاخير اللي احنا هنعمله تريلر اه بالنسبة للمسلسل الكشف المستعجل ده انا ما اوت برضو مش هتفرج عليه يعني ما بصراحة مش حاسه اوي اه مش 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 جاي معي سكة حاس ان في اعمال كوميدي السنة دي حط عليه بكتير يعني زي السفارة والكبير وجات سليمة والحاجات دي كلها يعني ده برضو مسلسل من المسلسلات الغلط ان هي تنزل في رمضان بصراحة حتى لو هيبقى حلو حيتزلم حقه يعني انا شايف كده من وجهة نظري المسلسل الاخير اللي احنا هنعمله وهو المسلسل المفروض المنتظر ليه اه ناس كتيرة وهو المسلسل اسمه كتيبة 100 واحد وهو اه معارفش بقى هل هل هيبقى مسلا من مسلسل الاختيار؟ هل هيبقى هو هو؟ معارفش انا حتى قبل ما نشوف التريلر كان طالع في مسلسل الاختيار مش فاكر كان الاختيار واحد ولا كان الاختيار اثنين بس اي دي كان الاختيار واحد وهو موجود في القصة بتاعة المسلسل الاسم الكتيبة مية واحد. فانا معرفش هل ده ليه علاقة باسر ياسين ده? ولا ولا ده اسر ياسين طلع بشخصية وفي اسر ياسين فاختير واحد ان طلع بشخصية تانية. ايضونو. فيلا بينا نشوف هو غالبا هو تيزر برضو وليس اوفيشيال تريلر. يلا بينا نشوف. انت سويت اللي ما في حدا منا جدري يسويه. على مين يا عاديكم يا عادي. انا شفعت. هرجع من غير ولا خدش. حضرتك سبع بالخدعة. اوكي. اه مسلسل كتيبة مية واحد. معرفش حابة معانا برضو السنة دي ولا لأ انا نسبة رقبي دي ستة ونص سمين عشرة مش اقتر من كده. اه بس حس ان التصوير والاخراج والكلام ده كله هيبقى كويس اوي هيبقى حلو اوي معمول حلو وعلى فكرة ده لو انا اتفرجت على مسلسل ده هيكون سبب من الاسباب المسلسل اللي انا هتفرج عليه يعني اخراجيا والتصوير والكلام ده كله ومستغرب فشخة المسلسل ده مش 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 مخرج بيتر ميمي معرفش ازاي يعني مخرج اسم محمد سلامة. معرفش ازاي مش بيتر ميمي يعني انا مستغرب جدا يعني. اه بيتر ميمي برضو ما عملتش حاجة تاريه من السنة دي برضو. اه بس دي ده كان اخر تريلر معنا النهاردة. تمام? اه مسلسلة التانية بقى ما نزلت ما نزلت لهاش اي تريلر ولا اوفيشل تريلر ولا تيزرز ولا اي حاجة الامام الشافعي اه ما نزلهوش تريلر ولا هو ولا بتاع اه سمال خشاب ولا علاقة مشروعة ولا اه مسلسل بتاع غادة ولا المسلسل بتاع مونة زكي حاجات كتيرة جدا ما نزلهاش اه اوفيشل تريلر ودي حاجة من الحاجات المدايقانية حتى الكتيبة مية واحد ما نزلهوش برضو مش فاهم ليه يعني. فعامة بصوا هو كده خلاص اه مش هينفع ان احنا نعمل اوفيشل تريلر ستانية مش هينفع ان اعمل تريلر ستانية مسلسلات رمضان خلاص عملنا حلقتين ساعة ودي الحلقة دي دخلة في ساعة وحاجة فالناس هتشتمني انا انا اسف بس كان لازم اعمل كده عشان ادخل كل مسلسلات في بعضها او ادخل كل الاعلانات في بعضها مرة واحدة عشان مفضلش اعمل خمس تلاف فيديو والناس تهزهق مننا. اه الحاجة اللي انا كنت حابة بقولها من شوية الحاجة ان اللي انا توقعته صح ان حاسس ان المسلسلات السنة دي هتبقى احلى من السنة اللي فاتت وفعلا اللي انا لقيته صح ان المسلسلات السنة دي هتبقى احسن من طوع السنة اللي فاتت بكتير فشخي يعني السنة اللي فاتت عاطينا احسن مسلسل على ما ازتذكر يا كبير يا غزيرة غمام بس غالبا كانت كبير يعني السنة دي كبير حيبقى معنا بس بكل الترينر زينا نشفتها في مسلسلات رمضان دي اشك ان هو هياخد احسن مسلسل الا ما هتفرج عليه ولا لا يمكن اشوفه ويمكن ما اشوفهوش بس يمكن يفاجئنا يبقى برضو تاني السنة دي احسن مسلسل الله اعلم بس انا بصراحة شايف من وجهة نظري مسلسلات السنة دي احلى ان احنا مش هتفرج عليها وآآ عامة انجلنا للناس ان مش هتفرج عليها يعني الحلقة الجاي بقى اللي كنت بقوله لكم في اول الفيديو الحلقة الجاي ان شاء الله بازن الله دي هتكون الحلقة الاخيرة قبل بداية مسلسلات الموسم او السباق الرمضاني بتاعنا الحلقة دي هتبقى هتكونتين ايه او هيبقى فيها ايه حاجتين هنعمل اخير لبرنامج رامز رامز جلال اللي هو كان اسمه فحنعمله هنشوفه لان السنة انا فاتح عملها برضو بتاع رامز فانا كيكا انا حسنا حيبقى اكيد مش هزاقول سخيف بس ايه اشتا يعني هنعملوا عايزين نشوفه وفي نفس الوقت هنعمل القايمة النهائية لمسلسلات رمضان اللي هوم سينما الفين تلاتة وعشرين هنشوف ايه ومش هنشوف ايه وحنعرف ايه المسلسل اللي هيتم اختياره من خلال حضراتكو في البول اللي انا سايبه على اليوتيوب والبول ده هينتهي كمان تلات اربعة يعني فانجزوا واعملوا للمسلسل اللي انتو عايزين اني حبين ان انا اشوفه موجود عندكم البول فانا مش فاكر بالزبط انا اسف ايه المسلسل اه اللي انا حطه في البول بالزبط فحقول لكم حالا المسلسلات اللي ما احطوها في البول هو الامام الشفعي سره الباتع رشيد صندوق الهرشة السبعة او تغيير جوه هو عم تل لحد دلوقتي كاكتساح هو الامام الشفعي تمام اه معرفش بقى هو هينتهي كمان تلات اربعة ايام فخشوا عاملولي وعشان تشوفوا ايه المسلسل اللي انا هتفرج عليه السنة دي اللي انتو هتختاروه تمام زي اللي احنا ما عملنا السنة اللي فاتت بس ان شاء الله بازن الله كمان تلات اربعة ايام بالكتير قبل الرمضان ان شاء الله بازن الله قبل ما يبدأ يوم مسلا تسعتاشر او يوم عشرين بالكتير هكون الحلقة الاخيرة بتاعت قبل السباق الرمضانية هتبدأ اه هتنزل اتمنى الحلقة اكون عجبتكم وبس والحلقة بتاعتنا خلصت انا عارف ان احنا طولنا بكتير قوي اتمنى الحلقة اكون عجبتكم وان شاء الله شوفكم الديهات تانية قريب منسوش تعملوا 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 تتانية اللي عندي اسماتيك تو هومالون اصاب لكم اللينكس بتاعه في الديسكريبشن ولو حابين تعملوا على فيسبوك وتتروي انستجرام برضو الديسكريبشن ولو بي بي